على افتكر زوم دكتور فرهاد مكين استشاري جراحة العظام والشماس اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك واحب اسمع من دكتور فرهاد فكيه ايه يعني تصوره او رأيه اتمنى نحياتك تكون متابعنا عشان الحاجات اللي قلناها نقول جديد يعني اتابع في حضرتك طبعا واتسابونا صليب والاخوة للكلمة كلهم ايه والحقيقة دي واحد مستاء من هذا الوضع ما كانش صح ان يطلع هذه الترجمة لان هي ترجمة مش ترجمة هي ترجمة مشينة الحقيقة لا طريق بالكتاب المقدس وعلى كلمة الله لان الكتاب هو موحى به من الله وكلمة موحى به دي كلمة تيوب نبستوس اليوناني تيوب نبستوس يعني انفاس الله ايه الكتاب المقدس هو انفاس اللي هو الله في التسبحة دكتور احنا بنقول في التسبحة يعلموننا في الكتب المقدسة انفاس الله انفاس الله ان نكون رحمين على الخريقة نعم صحيح فنحن نؤمن ان الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد المعصوم من اي خطأ تاريخي وراثي حسابي علمي اي خطأ المقدس معصوم منه لما بيجي نترجم الكتاب المقدس الاهد الجديد او الاهد النديم مش اي حاجة بنقولها ومن اي لفظ بنستخدمها طبعا احنا الاول بنشوف اللفظ في المعنى القاموسي اي القاموس يقول اي على اللفظ ده اللفظ ده مسلا فيه اللفظ واحد ده عدة معاني اه وهي معنى يمشي مع الصياح بتاع الكلام اللي هنا اي الحاجة الثالثة القرينة لما بنيجي نشوف دليل اه بعد كده فيه دليل القرينة دي مهمة جدا اه لما بيجي نترجم الكتاب المقدس باعت اه قرزانة كتابانة او قرزانة للغد بيجي ايه في اوسيون ايه في اوسيون ما تدهاش قرينة لان جات تمتها ستة واتنوها احتاشا مفيش مجاتش بالكتاب المقدس تاني عشان كده حتى الان ما فيش ترجمة ويتساتل بالكلمة دي بالذات يعني لازم يكون فيه قرائن عشان نأخذ بالقرينة وحط دي مكان دي او دي زي اي دي وحاجة التالية الرابعة كمان قد يستلال لازم يلقيه عندي اربع اه اربع خطوات باتتبعهم عشان نترجم اي حاجة اي نمر واحد المعنى القاموسي اي والمعنى القاموسي لا يكيد مش كوني يفتح القاموس واشوف الكلمة دي معناها ايه في القاموس وككتبها في الترجم اذا مش صح طبع لان ممكن الكلمة تحمل اكتر من نعمة طبع كلمة مثلا فريس بيتروس اللي عندنا في الكتاب المخدس في اليونان يعني طبعا مكتلم القاصل اليوناني اللي قد نكتبه المخدس شيخ العهد الجديد كنت يفقه باللغة اليونانية اه ومش اي لغة اليونانية باللغة التينية اه او اللي هجال كينية فما نتكلم مثلا عن كلمة زي فريس بيتروس دي معناها شيخ رجل كبير في السن اي ومعناها شفيع كمان على مؤسكر ومعناها شفيع طبعا يعني الملكي كلمة 24 اللي في صفر رؤية دول 24 شفيع اه هنا بقى سياح الكلام بيد الدين اما يتكلم مثلا عن القديس بولوس يكلم القديس تيموسى وتقول له لا تزجر شيخا اي شيخ هنا ترجمها ايه رجل كبير في السن اه رجل عجوز لكن مش اسيس عجوز اه لا مش اسيس هنا بقى انما دول 24 اه في السنة السنة مفيش فيها بقى شيخ وعجوز وكبير وشغير بالزلط ومفيش فيها ممارسة كبهنوتية بقى الترجمة في الاستدلال هنا بقى السياق هي 24 شفيعا ايه فالترجمة الكتاب المقدس مش اي حد يدر اتعرضها ويعنيها من الصعوبة بمكان وإلا كان اي حد ترجم اي حاجة ايه ظهر الترجمات تكير وترجمات كلها بكثير منها مش متقطة هذه الترجمات التي صدرت عن دار النشر التونسية هذه الترجمات مرفوضة شكلا وموضوعا كلا وجزءا ترجمة نانسي قنقر